طيب تعالى نرجع نعيش في الحتة الحلوة اتكونت ازاي وانت دخلتها ازاي؟ انا دخلتها عن طريق الدكتور محمد الجداء وابن خلت اللي هو في ألمانيا دلوقتي فعجبني الشغل فقلت طب انا مبسوط لان ده شغل جنباز وشغل رياضة وشغل بتاعنا فبدأنا سنة تسعة وخمسين في مصلح الازباكية وبدأنا نشوف كانت الفرقة فيها سلاس المرح شهر زاد كرم محمود كانت فرقة وبعدين اول عرض اول عرض حصل كان كله رجالة مفيش حريم ابدا لكن كلمة الرأس دي كانت عيب في ايام ست تسعة وخمسين يعني فلما حصل ده الناس انبسطت جدا فتاني يوم بصنا اولادهم ونسوانهم والحاجات دي كنوا بيتفرجوا فكان يعني الحقيقة كفرقة ما هياش زي ما بالناس بتقول ان الرأس ده عيب ومش الرأس عيب بالعكس يعني احنا عندنا كم محافظة عندنا سبعة وعشرين محافظة كل محافظة ليها لون وليها لبس وليها مازيكة وليها حاجات كتير قوي فاحنا محظوظين عن العالم كله ليه بقى لان السبعة وشرين محافظة دول لحضرتك لما تأخذي من كل محافظة اتنين تقليديين من الاساس يعني انت هتعملي برنامج كبير جدا وبعدين النهاردة كل واحد ييجي يمسك فرقة رضا مثلا يعني ييجي يعمل رأس طب الرأس ده مش مستوى فرقة رضا ما لازم يتعمل لجنة اللجنة دي هي اللي تقيم ده قدام الجمهور الجمهور اللي حيشوفه فمش اي حال